بسم الله ده بداية العمل الحقيقي مع بيم ماتيورة ماتريكس ده لكياس نتجو البيم في الشركة او المنظمة التي فيها عندنا بعض الأنواع التي سنبدأ نقائسها زي سوفتوير هاردوير نتورك رسورسز الاكتفاتيز الوركفلو البرودكت الليدرشيب كل حاجات ده هنبدأ نبس عليها ان شاء الله مع بعض هناك خمس مراحل المنشيت البداية المنشيت المعدد المضور المتكامل المضار المتكامل الامثل الماضي لان تصدمش مجدد يعني هيبوه ده الوضع بتاع الشركات العربية ممكن هنا اثامنا كون موجود هنا لو وصلت الهنا يبقى ممتاز جدا جدا لو وصلت الوقت ما يزيد كان لدينا عشان ادب في الشركة بتاعتك ده اكيد يعني شركة صوبر مشاء الله تمام طيب خلينا نبص كده على السوفتوير نقول ان في مرحلة البدائي احنا نبقى احنا نستخدم تطبيقات برامج غير مراقبة وغير المنظمة اي حد ما كنستطب اي برامج اي حد ما كنشغل عليها ممكن تلاقي واحد شغال بالاركيكاد واحد شغال بالريفت واحد شغال بالوتوكاد واحد شغال بالسكتش اوب فما فيش منهج معين نبدأ نشغل عليه ونعتمد على نمازج سلسلات البعاد بشكل اساسي لتوليد دقيقة التمثيلات السنوات الابعيد يعني حم نرسم الموديل عشان نطلع منه حاجات السنوات الابعيد ما مستخدمش البيم من الاستخدام الامسل مش معرفين استخدام وتخزين وتبادل بعنات بطريقة كويسة داخل المنظمات كنا مشروعة مش عارفين ازاي نتبادل مع بعض فحبه بيبدل كاد وحد بيبدل بدي اف وحبه فانفيش اي نظام في الموضوع في نقص حاد في قابلية التشغيل البايني ده بالنسبة للسوفت وير في البدايي طيب لو نتنقنا المحدد هنلاقي ان احنا بنتستخدم في برامج محدد داخل المنظمة وفرق المشروع بتعتمد النمازج السلسل الابعيد عساس ان احنا نولد منها اشكال صنائية وثلاثية الابعيد بنستخدم وتخزن ونبادل بيانات محدد داخل المنظمة وبداخل المنظمة في تحديد وتعريف لاولويات استبدال بيانات القابلة للتشغيل الباية طيب لو نقلنا للمدار او المنجد اختبار البرامج واستخدامها محكوم ومدار بتسليمات محددة النمازج هي اساس المشاهد السلسل الابعيد التمثيلات السلسل الابعيد حصر الكميات المواصفات الدراسات تحلية استخدام وتخزن وتبادل البيانات مرصود ومتحكم به التدفق البيانات موسك ومدار بشكل جيد استخدام استبدال بيانات التشغيل البني اجباري ومراكب عن كورب هنا بدأنا نستخدم البيم باستخدام امثل وبدأنا ناخد منه حصر ومواصفات ودراسات تحلية ومنطلع منه رسومات تسنائية وثلاثية الابعيد تمام فلو انقلنا الانتجريتيد هنلاقي ان اختيار البرامج ونشرها بيتبع اهداف استراتيجية فيه اهداف استراتيجية موجودة في الشركة مش مجرد متصلبات تشغيل مش مجرد ان احنا زرقنا في حاجة فسطبنا البرنامج اللي يعملنا الحاجة ديات تسليمات النمزجة متزامن بشكل جيد مع عبر المشاريع وتتكمل باحكام عبر اعماليات تجارية بنتقدر ان نسيطر على الموديل ونتقدر ان نتبادله مع بعض بدون اقيم شكل خالص تخزين واستبدال البيانات القابلة لتلغي الباني منظم ويتم كجزء من السراتيجية العامة للموظمة او فريق المشروع الابتميزد ده بيتم مراجعة اختبار واستخدام الادوات البرمجية بشكل مستمر كل فترة بنتبدأ نشوف هل احنا فعلا الاصفتوير ده هنحنا محتاجين او لا فبنتم المراجعة عشان نعزز الانتاجية ونبقامها مع الاهدداء في الستراتيجية يجرى مراجعة التحسين وتسليمات النمزجة بصورة دورية لاستفادة من وظائف البرمجات الجديدة ويتم توصيق وتحكم الاخذ بالاعتبار وتعزيز جميع الامور المتعلقة باستخدام تخزين واستبدال بيانات القابلة لتشغيل الباني بشكل استباقي يعني بمتطرش لحد ما سوق يسنونا لا احنا بنبدأ ندور ونبحث على افضل حاجة ممكن يكون مسلا السوق كل شغال بحاجة او مطالب حاجة بس احنا بنبحث على افضل تمام ده بالنسبة للبرمجيات طيب لو دخلنا فيه جزء بتاع الهاردوير هنلاقي نحنا افصل ان اغلب الاجهزة اللي عندنا اجهزة personal computer وليس اجهزة workstation الاجهزة workstation بتبقى تستحمل الشغل بتاع الكاد والبيم انما الاجهزة العادية بتلاقي اجمعات كتير بتلاقي تاخد واحد على ما تنفذ الامر طيب لو شفنا الاجهزة في موضوع البداي او ناشيال هنلاقي ان الاجهزة بتاعت نمزجة معلومات البناء غير ملقمة المنظفين بشتكو مواصفات مخفضة جدا وغير متناسقة في جماعك زي المنظمة تلاقي ده جهاز i7 وده i5 ده حدثناه ده محدثناهوش ده جبناه لان الخصفة جبناه فما فيش تناسك يتم التعامل مع استبدال المعدات وتركاتها كمنون التكلفة وتم تطبيقها اضطرارا فقط لما يكون مضطرين نحنا نعمل حق كده ولا الشركة هتغفل نعمل حقا ليس مواصفات المعدات بناسبة لتقدم منتجات وخدمات لانزاجة معلومات البناء يتم تعارفها ورط مدد مزاناتها وتوحيد مواصفاتها في جماع انحاء أصبر ملظمة استبدال وتركيزة الأجهزة بنوض تكلفة محددة جيدا بقى في المحدد طب في المدار هنتبع استراتيجية لتوصيق إدارة وصيانة معدات نمزاجة معلومات البناء بشافية توظيف الاستثمار في الأجهزة لتعزيز تجوال الطاقم عند الحاجة وتوصيع إنتاجية نمزاجة معلومات البناء في خطة وفي استراتيجية موجودة بحس إن كل فترة نشوف الأجهزة ونحدثها طيب هنا يتم تعاون مع ناشر المعدات كعوامل تمكين نمزاجة معلومات البناء للأستثمار في المعدات متكامل بإحكام مع الخطة المالية واستراتيجية العمل وأداف الأداء هنبدأ نختبر وتركية ونشر المعدات القائمة والحلول المتقرة باستمرار تصبح أجهزة نمزاجة معلومات البناء جزء من الميزة تنفسها المنظمة أو لفريق المشروع طيب لو كلامنا بقى على الشبكة لأن خلي بالك ممكن كون الأجهزة عندك كلها كويسة وصفة وغير عندك حديث بس الشبكة فيها مشكلة فبتاخد وقت كبير قوي في عمل تبادل المعلومات فأنت كده عندك المشكلة في الشبكة عملك تكون انت مثلا موجود في بلد وتزبطت كلها حاجة بس الإنترنت ضعيف وانت بشغال مع دولة أخرى فهتلاقي عندك كده مشكلة في موضوع النيتورك وزاد الشبكة الداخلية بين الأجهزة ممكن تكون هي بتنقل عشو مكافة ثانية يعني في مشكلة في النقل فيبطأ لك الشغل كله فهي عاملة زي مجر نهر كده لو في حتة دائت هتأثر على سرعة المية في كل النهر فلازم نكون درسين موضوع كويس طيب في موضوع البداي اللي هو صفر احنا عندنا حمله شبكة غير موجودة وغير مخصصة اللي أفراد والمنظمات فيش تشتت وفرق المشروع باستخدموا أي أدوات موجودة للتواصل هتلاقي اللي بيلجا الوجيد ترانسفير جوجل درايف دروب بوكس بيلاقي أي حد بيلاقي ويفتكر أصحاب المصلحة الستوكهولدر البنية التحتية للشبكة اللازمة لحصد وتخزين ومشاركة معرفة كده احنا في البلالة طيب الدفايند اللي هو المحدد يتم بتحديد حلول لشبكة لمشاركة المعلومات والتحكم بالدخول والخروج داخل المنظمات وفيما بينها في سيطرة على الشبكة وعلى المصطوى المشروع يحدد أصحاب المصلحة منطلباتهم لمشاركة البيانات والمعلومات وترتبط المنظمات المركزية وفرق المشاريع عبر اتصالات منخفضة النطاق النسبية كده بدأنا نتحسن فانت لو متحقق عندك جزء من دوت هتدي الناس مثل 5 من 10 طيب المدار المدار المفروض اللواء من 11 ل 20 يتم إدارة حلول الشبكات لحصدات وتخزين ومشاركة المعرفة داخل المنظمات وفيما بينها بشكل جيد عبر المنصات الشائعة زي الشبكات الداخلية والخارجية ويتم نشر أدوات إدارة المحتوى الأصل لتنظيم البيانات المشتركة المنظمة وغير المنظمة عبر اتصال النطاق الترددي عالي طيب لو رحنا بقى للمتكامل تمكن حلول الشبكة التكامل جوانب متعددة من عملية نمزجة معلومات البناء من خلال مشاركة سلسل البيانات والمعلومات والمعرفة في الوقت الحقيقيق الحلول بتشتمل على شبكات وبوابات خاصة بالمشروع تمكن تبادل المكسف للبيانات استبدال قابل تشغيل بني بين أصحاب المصلحة آخر حاجة الـ خلي بقى ان كل واحدة للتانية في حلول وفي قصة طويلة كده بعد ما بتعمل ده هنبدأ ندري سنونك طب والله هتعمل كذا كذا عشان تنيل من هنا الهين وتعمل اخر واحدة يتم تقييم حلول الشبكات واستبدال بأحدث الابتقارات المختبرة بشكل مستمر الشبكة تسهل اكتساب المعرفة وتخزينها وان احنا شركة بين كل جميع اطراف الناس الاسراء على المشروع تحسين البيانات منتكاملة العملية وقناوات الاتصال ما فيش مراقشة فيها في نظام موجود فيها طبعا احنا انشاء الله المرة الجاية نعيش البيان بإذن الله تابعونا على بم عربيا